الهدف الثالث أن يذكر الطالب أهم الصناعات البتروكيموية وكيموية طبعا صناعة البتروكيموية والكيموية هي بحد ذاته كلمة صناعة بتروكيموية تقوم على صناعة تكرير النفط البتروكيموية هي صناعة تكرير النفط وهذه الصناعة تؤمن حاجة القطر من مشتقات النفط كافة أنواع المشتقات التي يتم استخراجها من النفط يتم تأمينها من تكرير النفط وعنا في سوريا محطتين لتكرير النفط الأولى محطة مصفاة بانياس وطاقتها الانتاجية تقدر بنحو 6 مليون طن سنويا يعني خلال العام تقدر أن طاقة هالمصفاة بالانتاج نحو 6 مليون طن سنويا طبعا في عنا أيضا مصفاة أخرى هي مصفاة حمص وهذه مصفاة حمص أيضا تبلغ طاقة الانتاجية بحدود 5.7 مليون طن سنويا هذه المشتقات النفط التي تم إنتاجها من المصافي بعد تكرير النفط هي تؤمن تقريبا حاجة القطر من هذه المشتقات تم نقل النفط من حقول الجزيرة وحقول الفراد إلى مصفاة حمص تزود مصفاة حمص بحاجتها ومن ثم إلى مصفاة بانياس أيضا بأنابيب أيضا تزودها بحاجتها ومن ثم الناتج ناتج التصنيع يعود الباد ومعظم تصديرات النفط التي تم تصديرها هي تكون من النفط الخام يتم تصديرها عن طريق ميناء بانياس باللاديقية وميناء طلطوس يتم تصديرها إلى الخارج طبعا وتنقل المشتقات النفطية إلى دمشق وحلب واللاديقية بالأنابيب وهذه بالنسبة للبتروكيموية أما الصناعات الكيموية التي تقوم على الصناعات البتروكيموية هي صناعة الأسمدة صناعة الأسمدة وخاصة سماد الفوسفات طبعا تؤمن هذه الصناعة الكيموية والأسمدة حاجة سوريا من الأسمدة وقيم عندنا في سوريا معمليا للسماد الأزوتي والآخر للسماد الفوسفاتي طبعا حقول الفوسفات وحقول الأزوت وتكرير هنا منطقة تكرير النفط اللي هو موجود بالقرب من حمص طبعا مصفات حمص في معمل السماد بالقرب من حمص هذا المعمل يعني تم ربطه مع مصفات التكرير مباشرة لعلاقتهم الوثيقة مع بعض علاقتهم الوثيقة مع بعض سواء كمواد خام أو كطاقة محركة لمعمل السماد وبالتالي ينتج السماد الفوسفاتي والسماد الأزوتي في حمص أيضا الدولة أولت أهمية كبيرة لصناعة الأدوية التي تركزت في حمص وحلب ودمشق في ثلاث مناطق صناعة الأدوية والأدوية هي مواد كيموية أيضا مواد كيموية تمام تركزت معاملها بحلب ودمشق وحمص طبعا والعديد من الصناعات الأخرى المتنوعة لدينا هذه الصورة رقم عشرة صورة مصفات التكرير صورة مصفات التكرير النفط طبعا النفط هو بحالته الطبيعية يعني الإنسان ما يحسن يستفاد منه الإفادة الكبيرة إنه إفادته ضعيفة جدا وفقط للاحتراقه وما يحترق احتراق كامل لذلك يتم تكريره بهذه المصفات العملاقة وفصله عن الشوائب وأيضا استخراج أنواع عديدة من مشتقات النفط واللي كي تكون أكثر نفعا واستخداما للنسان طبعا في سوريا بدأت أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في سوريا منذ عام 1933 تقريبا منذ تسعين عام بدأت أعمال التنقيب وفي عام 1956 تم أول التدفق تجاري من النفط في حقل كاراتشوك أول يعني تدفق تجاري يعني يدخل التجارة في حقل كاراتشوك حقل كاراتشوك مثل ما نعرفه من حقول الجزيرة من حقول الجزيرة وبدأ إنتاج النفط في سوريا في أيار عام 1968 وأيضا في عنه يعني هذا الانتاج كان يصدر إلى ميناء طرطوس تمام وفي قطاع الغاز هذا بعد النفط عنه قطاع الثاني هو قطاع الغاز الذي بدأت الشركة السورية للنفط باستثمار الغاز المرافق لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عام 1975 فهذه تاريخ البحث والتنقيب عن النفط والغاز في سوريا سؤالي الآن أذكر أهم الصناعات البتروكيموية والصناعات الكيموية يا جنة صناعة تكرير النفط وصناعة الأسمد الكيموية وصناعة الأدوية الكيموية تمام فالصناعات البتروكيموية عندنا ثلاث أنواع للصناعات صناعة النفط تكرير النفط هذه صناعة بتروكيموية صناعة تكرير النفط وهذه الصناعة ينتج عنها عدة مشتقات من تكرير النفط عدة مشتقات لدينا مثل ما ذكرنا مصفاتين حمص وبنياس أيضا لدينا صناعة الأسمدة الكيموية والأسمدة الكيموية أيضا تعتمد على التصنيع للمواد الكيموية وأخيرا صناعة الأدوية التي لها أهمية كبيرة خاصة في حمص ودمشق وحلب شكرا